جهود دقوبة تقوم بها الدولة لبناء اقتصاد مر جاذب للاستثمار وقادر على مواجهة التحديات العالمية ووضعت الحكومة برنامجا طموحا تحت شعار معا نبني مستقبلا مستداما يعمد لتشجيع القطاع الخاص ويواصل دوره في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول بشعار معا نبني مستقبلا مستداما وضعت الحكومة الجديدة برنامجا محكما تضمن خريطة طريق متكاملة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب الاستثمارات المحلية والأجنبية برنامج الحكومة الجديدة يشير إلى مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول في إطار السياسات التي تتبناها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي حيث انتهت الحكومة من المرحلتين الأولى والثانية من جدول الأطروحات المعلن بمعدل تنفيذ مئة بالمئة حيث بلغ إجمالي قيمة ما تم طرحه من الشركات والأصول منذ الإعلان عن البرنامج وحتى الآن نحو 5.8 مليار دولار خطة الحكومة الجديدة تقوم على توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها وتضمن لها تحقيق معدلات مرتفعة من النمو المستدام وتوفير مزيد من فرص العمل الدائمة الحكومة الجديدة كذلك أكدت حرصها الدائم على زيادة مشاركة القطاع الخاص حيث استهدفت من أجل ذلك عددا من البرامج الرئيسية من أبرزها مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والاستمرار في برنامج التروحات مع تبني سياسات وبرامج تستهدف جذب الاستثمارات وتبسيط الإطار التشريعي والتنظيمي وهكذا تواصل الحكومة الجديدة عملها في إطار خطط محكمة ومدروسة لدعم الاقتصاد وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية